أهلا بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات من المتابعي ومتابعات برنامج أقوال النبوة برحب بحضراتكم وحضرتكم في بداية حلقة جديدة من البرنامج الحلقة دي اللي هي الرقم 16 في سلسلة ردودة على اعتراضات الملك الألفي هي بنكمل فيها قضية رقم 1000 دي تاني حلقة في قضية رقم 1000 وطبعا رقم 1000 ده رقم بيحدده الروح القدس في النبوة في سفر رؤية وبيذكره 6 مرات في سفر رؤية يعني الرقم ده مش جاي مرة واحدة ده احنا عندنا 6 آيات 6 مرات يتكرر هذا الرقم رقم 1000 وبسبب الرقم ده كتير جدا من اللي بيرفضه الملك الألف إن لم يكن كلهم بيركيزوا قوي على الرقم ده هو رقم ايه حقيقي ولا رقم كده وكده أو حاجة زي كده رغم ان في الحقيقة ملك الرب أبدي بلا انقضاء ليس لملكيه انقضاء لكن ده اول فترة في ملك الرب اول فترة اللي فيها صراع مع الشيطان تقييد الشيطان وبعد جدا حل الشيطان لفترة صغيرة هي دي اللي تكون من 1000 سنة لكن الملك نفسه ملوش اي علاقة يعني احنا بنسميه الملك الالفي بسبب الكلمة دي لكن في الحقيقة هو ملك الرب المجيد لانه هو بيتعدى الالف سنة طبعا ولكن بالرغم انها نقطة جانبية مش اساسية ولكنها هي تقريبا اشهر نقطة بيت او كل اللي بيعترضوا على الملك الالفي لازم يهاجم رقم الف اللي موجود هنا في الحلقة اللي فاتت احنا شفنا موضوع رقم الف ده ازاي تم التعامل معاه تاريخيا في الكليسة او ايه اللي حصل بزبط ليدنيا مقلوب على الرقم ده وبدأنا من اغسطينوس من منتصف القرن الخامس لان دي كانت اول واحد بدأ يتكلم على ان الرقم ده مش رقم حقيقي حرفي نقدر نسق فيه ونصدقه ووصولا الى اللاهوتين المعاصرين اللي احنا لخصنا افكارهم بشكل سريع فحلقة النهار ده بقى هنشوف وانا الاسف يعني عايز اقول لحداتكم حاجة حلقة النهار ده الاصول ده تكون التالتة مش التانية لان المرة اللي فاتت عملنا مسح الكل لتطور التاريخ الكنيسة بالنسبة الرقم الف بعد كده هنبدأ نشرح خضايا في الكتاب عن رقم الف بعد كده كانت تدب الحلقة بتاعت النهار ده التالتة لكن لان انا وعدت حضراتكم الحلقة اللي فاتت ان انا قلت الحلقة اللي جاية هكشف وهوضح وهرد على قد ايه بعض الناس تطرفوا في مهاجمة الملك الالفي لدرجة علشان يهد الملك الالفي طعن في الكتاب المقدس بطريقة مباشرة وصريحة افرطوا في التخلي عن حقائق الكتاب المقدس وطعنوا في مصداقية الكتاب انا بتكلم بكل صراحة طعنوا في مصداقية الكتاب المقدس وموثوقيته يعني احنا بنسق في الكتاب المقدس وبنصدق الكتاب المقدس وان الكتاب المقدس ليست في اي اخطاء في الكتاب المقدس طعنوا في كل هذه الامور ونشروا شبهات ضد الكتاب المقدس من أجل أن يعني يتكلموا في موضوع الملك الألفي نعم إنهم في سعيهم لهدم فكرة الملك الألفي تجرؤوا على الكتاب المقدس للأسف أنا بتكلم في الحلقة اليوم هكشف لحضراتكم نماذج أو يعني نماذج يعني أتمنى أتكلم عن ثلاث نماذج أنا عندي ستة بس يعني الوقت مش هيكفي لأني لازم أرد لما ينفعش أطرح حاجة حد قالها والحاجة دي عايزة تشكك الناس يبقى الناس تشك في الكتاب فلازم أخذ وقت ورد على تلك على هذا الهراء يعني هذا طبعا كله فينا خاص كلام فاضي وزي ما هتشوفه حضراتكم النهاردة ده نموذج لأي حد بيهاجم الكتاب المقدس هنبدأ الحلقة دي بعد إذنكم بتذكر ما يقوله الروح القدس مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه ألف سنة ده جزء يعني الآية السادسة من النبوة الشهيرة دي اللي أنا بحب الآية السادسة دي لأن كل واحد من حضراتكم وحاضرتكم يقدروا يلقوا نفسهم شخصيا في تلك الآية والروح القدس بيقوله مبروك مبارك ومقدس مدام لك نصيب في هذا الملك اللي عايزين يحرمون منه أن نكون مع المسيح نحن لا نسعى لملك أرضي نحن نريد أن نكون مع المسيح أينما كان وحيثما كان ومتى يعني مش عايزين نسيب وطبعا بالتأكيد الكنيسة مش هتسيب المسيح تاني أبدا حلقة اليوم حلقة مميزة أو متميزة ذات طابع خاص يعني هنخرج بر أحيانا عن أقوال النبوة علشان نرد على بعض الشبهات التي يثيرها أعداء الكتاب المقدس للأسف نعم ما سمعتموه مني سليم جدا وقد سبق وحذرنا في حلقات سابقة إن إنكار فكرة معينة في الكتاب حتى لو كانت فكرة تفسيرية ما هيش كرسة لكن خلي بالك لألا هذا الإنكار يستخدمه الشيطان ويقود فيه الإنسان إلى مشاكل أصعب وإنكار لأمور أهم في الكتاب المقدس واليوم سأقدم لحضراتكم نمازج مؤلمة ومحزنة وبحسب رأيه فإن منكر الملك الألف الحرفي المستقبلي قد يضطروا علشان يثبتوا وجهة نظرهم إلى التلاعب في نصوص الكتاب أو الطعام فيها حاليا صدرت بعض الكتب بترفض الملك الألفي وبيقولوا هذا الكلام وهذه الكتب موجودة ومطبوعة ومطبوعة باللغة العربية قبل ما أبدأ في الردود عليها هستأذن حضراتكم إن أنا بعتذر من أجل هذه الحلقة لألا تؤلم أي حد من حضراتكم وأنا لا أعني أي كنيسة أيا كانت الكتاب اللي أنا هتكلم عنه النهاردة اللي فيه تلك الشبهات الكاذبة اللي احنا هنفضحها وهنرد عليها صدر عن واحدة من أهم دور النشرة المسيحية في العالم العربي وهذه الدار بالذات لها مكانة شخصية عندي أنا شخصيا مش كواحد مسيحي مصري عام لأ أنا بديت حياتي العملية أعمل يعني في وقت من الأوقات أنا آسف إذا كنت بدك أنا لازم بس أقول الكلام ده علشان محدش يفتكر أن أنا بقول كلام يعني كده مجرد عشان أكون مجامل يعني أنا في يوم الأيام زمان خلص مع بداية كنت مدير إدارة التحرير في تلك الدار التي أعتز بها حتى اليوم وبقياداتها وفي تلك الأيام لما كنت بشتغل في تلك الدار كان فيه عمالقة الكتاب المقدس موجودين وأنا قدر أقول أسماء لإني مش بس عملت معهم لا ده أنا كنت بأخضع كنت بتعلم منهم لإني لقيت نفسي مع جابابيرا أنكل جولو السيد جوزيف صابر العملاق العظيم اللي ليه تاريخ كبير جدا مع الكتاب المقدس في العالم العربي الأستاذ وليام حنن العمل الموسوعة الكتابية وأنا تشرفت إن أنا أكون موجود في تلك الوقت معرفش إزاي يعني أستاذنا الأسيس الدكتور أنورزاكي أسماء كتيرة جدا وأرجو إن فيش حد من اللي كانوا موجودين في تلك الفترة وأستاذي وأخي الأكبر طبعا اللي هو حاليا بيقود تلك الدار والهيئة والطائفة الإنجلية الدكتور القصة أندري أنا ليه بقلت هذا الجزء الشخصي سامحوني فيه علشان ليست لدي أي لو كانت لدي أي دوافع شخصية فهي غيرة ومحبة في تلك الدار أستأذنكم بقى ننتقل إلى موضوع النهاردة وعلشان هنرد على الشبهات ناخد فاصل سريع جدا ونبدأ للرد على أول شبهة ونشوف إزاي حاولوا يربطوها بالملك الألفي أهلا بكم بعد الفصل نروح مباشرة للكتاب وده كتاب طلع في دار الثقافة في القاهرة كتبوا أحد الأشخاص يعني الكتاب بعنوان نبوات ورؤى المجلد التاني بيقول فيه الأرقام في الكتاب المقدس ولا سيما الكتابات الرؤوية يعني بيزاد بقى في أصفار النبوات والرؤويات زي أشعية وزي سفر الرؤية وحسقيال والأصفار دي اللي فيها رؤى يعني لا تؤخذ بحرفيتها المصدر قدام حضراتكم الكلام ده كتبوا بالحرف كده القعدة دي في صفحة 132 طبعا بيقدم لنا جملة وكأنها قعدة علمية تفسيرية هو طبعا عايز يستخدمها بعد كده عشان يهاجم فكرة الملك الألفي ولكنه هنشوف دلوقتي هيوصل لفين ده اللي احنا هنتكلم عنه والموضوع الأساسي النهارة المهم نعود إلى ما كتبه علشان يثبت بقى إن الأرقام في الكتاب المقدس بشكل عام وبالذات في أصفار الرؤوية والنبوية اوعى تاخدها بجدية بدأ يكتب بقى ويقول كلام في منتهى الخطورة قال بما معناه إن هذه الأرقام لا يتم الوسوق فيها طيب تعالوا الروح مباشرة اللي قالوا هو الرجل ريح نفسه وقالا هقدم أمثلة فالمثال الأول وحطله عنوان بناء الهيكل بناء الهيكل القديم هيكل سليمان وبيحط لنا نصين النص الأول كلام الروح القدس الوارد في ملوك الأول وكان في سنة الاربعمائة وثمانين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر أنا في دلوقتي بقرأ لكم الكلام اللي في الكتاب بتاع نبوات ورؤوها جايب آية وده حقيقة فعلا الروح القدس قال لكلام ده سنة اربعمائة وثمانين من الخروج في السنة الرابعة الملك سليمان والسنة دي كانت الرابعة الملك سليمان على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني من الشهر من السنة أنه بنى البيت الكلام ده موجود فعلا في ملوك الأول ستة واحد ونفهم منه فعلا زي ما الكاتب بيقول صح كده أن الهيكة اللي تبنى سنة اربعمائة وتمانين من الخروج كانت تناسب السنة الرابعة لسليمان المؤلف بقى بيكمل ومن هنا بقى خلي بالكل كتبه أنا أقرب الحرف مش أعلق غير بعد ما أخلص القرية وبينما يقدم سفر الأعمال حسابا آخر طب لا أنا مش قادر يعني بصراحة مش قادر يعني لازم أعلق هو هنا بيقول بقى في سفر ملوك الأول بيقول حاجة وفي سفر الأعمال بيقدم حاجة تانية جملة خطيرة طبعا بيحاول بها يثبت أن في تناقض بين أرقام الكتاب المقدس وبالتالي لا يجب الاعتماد على الأرقام في الكتاب المقدس وناخدها بجدية وبالتالي اللي لما تلاقوا رقم ألف في الملك الألفي سيبكم منه مفيش حاجة اسمها ملك ألف هو كاتب كده في الكتاب طب نكمل اللي كاتبه بيكمل بيقول بيرجع طبعا ياخد جزء من بوليس الرسول لما راح أنتقيا بسيدية ووعظ موجود في عمال 13 كتب بيقول بينما يقدم سفر الأعمال حسابا آخر فبحسب بيان سفر الملوك بنية الهيكل سنة 480 بعد الخروج وبحسب بيان سفر الأعمال ده كلام المؤلف مضت 530 سفر الملوك قال 480 سنة لغاية سليمان هو بقى بيقول إن بحسب سفر أعمال الرسل مضت 530 سنة ولم يكن قد جاء داود ولا حتى سليمان يعني الرجل هيكرمنا في فترة داود 40 سنة وسليمان 4 سنين يعني هيخصم لصالحنا 44 سنة قال حتى لو خصمنا دول 530 سنة كلام ده موجود في الكتاب صفحة 132 نبوات ورؤة الجزء التاني اللي صدر 2011 أذكركم تاني بما يحدث هنا هذا المؤلف لا يؤمن بفكرة الملك الألفي وعمل فصل في الكتاب للرد على الملك الألفي وفي هذا الفصل بيقول لنا متاخدوش الأرقام في الكتاب المقدس بجدية وقال لنا لو خدتوها بجدية هتلاقوها بتتناقض مع بعض وراح قال هذا الكلام عشان يقلل من أهمية الأرقام في الكتاب المقدس ويقلل من الملك الألفي ككل وبالمرة كمان يقلل من الكتاب المقدس ومنهبته ومن مصداقيته وحتى يثبت وجهة نظره بيقدم لنا مثال هو يعتقد هو يعتقد أن الرقم 480 اللي مذكور فيه سفر الملوك يتناقض مع رقم هو حسبه من سفر الأعمال 530 يعني فيه فرق فيه فرق 50 سنة على الأقل على الأقل أو يعني أكتر من 50 سنة 70 لا ده أكتر المهم أنا هتطر أشرح تلك الشبهة ولو وصلنا في الآخر بالتفصيل والدليل القاطع أنه مفيش تناقض ولا حاجة يبقى نسق بقى في أرقام الكتاب المقدس يا حضرة الأسيس ولا إيه وبالتالي نسق بقى في رقم 1000 ونؤمن بالملك الألفي لقد حدد سفر الملوك الأول بوضوح وقت بناء الهيكل هيكل سليمان قال بوضوح أنه في السنة 480 من خروج من أرض مصر دي ما فيهاش أي شك لكن اللي أنا ما استغرب له إزاي ربطي الحكاية دي بقى عمال 13 عمال 13 بوليس الرسول كان بيتكلم في مجمع اليهود قدام اليهود خلي بالكم بقى قدام علماء اليهود وناس عاديين يعني لو كان غلط كانوا دبحوا كانوا دبحوا طبعا تمام وقال لهم على حاجة تاني خالص ما كانش بيتكلم على بناء الهيكل كان بيتكلم على إزاي الله بيتعامل مع الشعب اليهودي فجاب كذا مثل علشان يوصل في الآخر إلى ومن واحد والآخر طرق تحامل الله مع الشعب اليهودي هو المسيجيه بس طب فليكن ما يكون أنا همشي لكن لو حضرتك قريد بنفسك اللي مكتوب في سفر الأعمال مش هتفهم طب هو حتى الأسيس جاب منين موضوع الخمسمية وتلاتين أنا بقى عارف هو جابه منين وانا هشرح لحضرتكم هو حسبها ازاي علشان يظبط الشبهة حاولوا يطلعوا رقم آخر هو الرقم ده ويبقى سفر الملوك 480 وفي رقم تاني مختلف عنه في سفر الأعمال هو عمل ايه؟ هو ميسك اللي 480 سنة بتاعت سفر الأعمال واللي عمله هنا ده صح كلنا بنعمله وراح مفككها من ساعة ما خرجوا من أرض مصر لغاية ما تبنى الهيكل الروح القدس بيقول في سفر الملوك انها 480 سنة طب يا ترى دي اللي 480 سنة عندنا احنا في الكتاب المقدس عبارة عن ايه بالتفصيل؟ احنا عارفنا 40 سنة في البرية طبعا في الأول بعد ما خرجوا تاهوا 40 سنة بعد كده مدة حكم يشوع بن نون بعد كده سفر القضاء خليما لكم بقى حزبوني على كل حرف بقولوا سفر القضاء بعد كده فترة عالي الكاهن جات بعد القضاء على طول بعد كده فترة سامويل ومعه شاول كانوا مع بعض بعد كده داود بعد كده سليمان اللي هي 4 سنين صح كده هو عمل كده وانا بقوله كده صاحب رفعليك سبع سبع حلقات في التاريخ المقدس سبع حلقات في التاريخ المقدس او سبع فترات في التاريخ المقدس بس خلي بالكم السبع دولة في ستة منهم احنا نعرفهم من الكتاب المقدس مش من الرقم بتاع سفل العمال نعرفهم لكن في واحدة ما نعرفهاش لكن الروح القدس جي قال لنا ان كلهم على بعض يبقوا كام يبقوا 480 نقدر نحسب الواحدة دي معايا طب انا هحطها لكم على الشاشتين تمام اهو قدام حضراتكم السبع دولة هم السبع دولة زي ما انتوا شايفين على الشاشة الاجمال بتاعهم 480 زي ما قال ملوك الاول ستة واحد لكن نعرفهم واحدة واحدة يعني ايه نعرفهم واحدة يعني سفر الخروج البرية البرية 40 سنة طب ويا شوع 17 سنة دي محسوبة بالملي طيب سفر القضاء ما نعرفش ولا الاسيس يعرف ودي نقطة مهمة جدا عشان كده هو بان عليها نشوفها طيب بعد كده عالي الكاهن اه 40 سنة معروفة طب وصامويل وشابل 40 سنة معروفة طب وداود 40 سنة معروفة فعلا 3 اربعنات وسليمان 4 سنين وخلص الهيكا طيب لو جمعناهم نقدر نعرف مدة القضاء كام اه طبعا اه قدام حضراتكم نجمع دول ونترحهم من 480 نعرف ان مدة سفر القضاء عبارة عن رقم سابت معروف كام 299 مهمة وهو حتى ما شرح لهناش لكن ده هو اللي بان عليها الشبهة ان سفر القضاء مدته يعني الاحداث اللي فيه حصلت بقع تجمعوهم واحد ورا التاني لان كانوا هم فيه ناس بتظهر في ايام ناس تانية يعني عايز حد يدخل بتدقيق كده هو حسابهم صح وانا حساب والمحسوبين طبعا سفر القضاء كده تبقى 299 سنة مش 300 299 جميل جدا هنحطهم على الشاشة سفر القضاء يبقى 299 اجمعهم تلاها 480 تبقى تزبطط كده صح تماما وانا مش مختلف مع اللي موجود على الشاشة ده خالص خاد الرقم ده وراح بسرعة على سفر اعمال الرسل وارى اللي قاله بولوس الرسول فانتك يا باسدية قدام مجمع اليهود وارى جملة خلته قارن بين الاثنين في اعمال 13 ايه اعمال 13 نحن روح تاني لا اعمال 13 اعمال 13 بولوس الرسول قال ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا اله شعب اسرائيل اختار ابقنا رفع الشعب في الغربة بزراع قوية اخرجهم من ارض مصر قعد 40 سنة يعولهم في البرية بيتكلم عن اعمال الله واهلك امم وبعد كده في عدد 20 ركزوا بعد 20 ده اللي هو اللي عمل المشكلة عند مؤلف كتاب نبوات ورق قال وبعد ذلك في نحو 450 سنة نعم 450 سنة اعطاهم قضاة حتى سموئيل النبي بولوس قال كده فعلا هو ارى هذه الجملة وقال انا ده القضاة 450 مش 299 طب لو حطينا القضاة في الجدول اللي فات 450 زي اللي قاله بولوس يبال هيكلت بنا امتى لا دي حزبة جديدة حزبة جديدة قارن 450 مع 299 قال في اختلاف طب احط بقى 450 بدل ما نحسب احنا بقى من مخنا فنقول القضاة هم 450 اهو بولوس الرسول قال في سفر العمال ان القضاة 450 ولما رجع حطها طلعت النتيجة 530 سنة وكمان مكرمنا وكمان مكرمنا في داود وسليمان يعني مكرمنا في 44 سنة فهو كده احط لحضراتكم هادي الحزبة بتاعته الحزبة بتاعته اللي وصل فيها ل530 حاشل 299 اهو ده اللي انا اللي انا عاملها كده وحط بدلها 450 جد من اين ل450 من سفر الاعمال مع حق اهو انت ليه تحسب لي وتقول لي 299 ما ان اخدها من بولوس الرسول في سفر الاعمال مباشرة وتبقى 450 يبقى هناك تناقض تناقض ان الرقم هي الوصول يبقى 530 مش 480 متى بني الهيكل 480 ولا 530 الحقيقة ان كل التعامل ده عبارة عن لعب او بزي بيسموه كده اسف 3 ورقات خد دي وحط دي وحط دي وحطي لكن الموضوع بسيط جدا وانا اشرحه لحضراتكم لا يوجد تناقض على الاطلاق وعندما اعتقد المؤلف ان هناك تناقض بين الرقمين فقد تجاوز الحقيقة انا لغاية دلوقتي عرضت بامانة تامة ما قيلا في هذا الشأن في الكتاب وشرحته اكتر منه كمان ما ليه المشكلة المشكلة دلوقتي احنا فهمنا بقولس الرسول غلط المتين تسعة وتسعين يا حضرة المؤلف دي سفر القضاء سفر القضاء اللي هم تلتاشر او اتناشر بحسب ما انت بتحسبهم ازاي يعني اتناشر قاضي لو حسبت دبورة وسسرة او تلتاشر قاضي بقى تفرقش معي سفر القضاء من الجلدة للجلدة متين تسعة وتسعين سنة الروح القدس مغلطش لما قال الرقم ده في سفر الملوك الاول طيب ما ليبقى بولس بقى غلط بس بولس ما قالش سفر القضاء ده المفتاح يا اخوة الحزبة بتاعت المتين تسعة وتسعين دي بتاعت سفر القضاء طيب ما ليبقى اللي قاله بولس بولس ما قالش سفر القضاء نحط تاني اللي قاله بولس اعطاهم قضاء تن حتى صمويل النبي في 450 سنة حد يقول لي انت هتلعب بالالفاظ هو ايه الفرق بين اعطاهم قضاء وسفر القضاء لا ده فرق جبير جدا اعطاهم قضاء غير سفر القضاء خالص وهو ده الخطأ اللي وقع فيه المؤلف القضاء عطية من الله لشعبه مجموعة منهم اتحطت في سفر اسمه سفر القضاء هل معنى كده ان ما فيش قضاء تاني قبل وبعد لا فيه بدليل نفس الاية نفس الاية اللي قالها بولس الرسول نحطها تاني على الشاشة اعطاهم قضاء حتى مين سمويل سمويل قاضي اه طبعا سمويل قاضي موجود في سفر القضاء طبعا لا ده تولد في اوائل سفر سمويل قاضي فالرب اعطى شعبه عطية اسمها القضاء والقضاء كمخلصين والقضاء دول كتير جدا لهم بداية ولهم نهاية بس مش هما اللي موجودين في سفر القضاء فقط يعني مثلا عندنا سفر اسمه سفر الملوك الاول والتالي هل كل ملوك اسرائيل موجودين في سفر الملوك لأ طبعا شاول مش موجود ويسار وده وود كمان مش موجود غير حدست منوته فقط لا غير فى اول صح صح ونص يا تمليك سليمان والهدف كان الكلام عن تمليك سليمان في عندنا اسفار اسمها اسفار الانبياء هل فيهم كل الانبياء لا طبعا مال فين اليا وفين الاشا وفين وفين مو فين الانبياء العظام لا اذا سفر القضاء يختلف عن اعطاهم قضاء اذا التفسير ان سفر القضاء 299 سنة لكن من ساعة ما بدأ القضاء لغاية سامويل 450 يعني اكتر من 299 ب151 سنة وده الخطأ اللي وقع فيه المؤلف ما خدش باله ان فيه فرق نقرأ الكتاب كل حرف رب يسوع الحرف واحد في الكتاب لا يسقط فنفرق بين سفر القضاء وعطية القضاء طيب لازم انا برضو اكون مطالب يعني فيه قضاء قبل سفر القضاء انا بقول نعم حد يقول لي اثبتلي اه اثبتلك ببساطة جدا اول قاضي ظهر في اسرائيل كان موسى بعد الخروج موسى فهم غلط في الاول وهو لسه في بيت فرعون انه هيتسرع وخرج علشان يقضي بين اخوته وضرب واحد والمهم القصة انتو عارفينها قاله من اقامك ايه قاضيا على هرب ورحم موسى تعلم وقال انا مش اشتغل قاضي غير لما ربنا يؤمرني طيب هو ربنا امر موسى نعم ربنا امر موسى في لحظة معينة مكتوبة في الكتاب المقدس مكتوبة في الكتاب المقدس في خروج 18 يعني مش هو في مصر ولا في بداية الخروج لا ده في خروج 18 يقول روح القدس وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي ليقضي للشعب ليقضي كان يعني كان موسى شافات شافات يعني قاضي بالعبري ليه لانه قضى لانه كان يقضي للشعب والفعل شافات يعني هي تقريبا وربيهم بعد يعني جلس موسى علشان يبقى شافات يبقى قاضي ده موجود فين ده موجود في صفر الخروج صح 18 جلس موسى في خروج 18 وموجودة كمان في العدد 16 في نفس الاسحة وحنا عارفين القصة ان من يومها بقى بدأت عملية القضاء بدأت عطية طبعا عطية دي مش من عندي الروح القدس قال اعطاهم بدأت عطية القضاء في خروج 18 بموسى ولما جلس لكي يقضي للشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح الى المساء وحنا عارفين طبعا ان الروح القدس قاد ياثرون حامي موسى ان يقول له طب ما تبقاش انت لوحدك اعمل مجموعة من القضاء من الشافات بالعبري كان دا موجود في عدد 26 ومن ساعتها بدأت عطية القضاء اذا عطية القضاء للشعب لم تبدأ بسفر القضاء ولكن بدأت بموسى في البرية في سفر الخروج 18 حتى سامويل النبي المدة دي مع بعض هي المقصودة وعلى فكرة حتى في سفر التسنية تسنية 17 الرب وضع تشريع للقضاء يعني محدش يقول لي القضاء هو في سفر القضاء بس بل تسنية 17 كان بتكلم عنه اذا عصر عليك امر في القضاء اذهب الى الكهنة واللوين والى مين القاضي شافات الذي يكون في تلك الايام يعني دايما كان فيه قضاء لم يبدأ عمل القضاء في سفر القضاء كان موجودا من ساعة الخروج والدليل ان الكتاب اللهم الروح اللهم اذهب الى القاضي الذي يكون في تلك الايام الذي يكون في تلك الايام واسأل فيخبروك بامر القضاء ومرة تانية في تسنية 25 بيقول اذا كانت خصومة بين الناس وتقدموا للقاضي بيحط بقى تشريع للقاضي بقى يعني خلي بالكم تسنية 17 تشريع للناس لو عندك مشكلة روح للقاضي طب تسنية 25 للقاضي نفسه لو انت جولك لازم تحكم بينهم بالعبد لازم تكون عادل فليبرروا البار ويحكموا على المزنب فعندي تشريعين للقاضي اذا عطية القضاء دي موجودة في الشعب من قبل سفر القضاء سؤال اخير طب يعني انت عايز تقولي عايز تقول سفر القضاء خلاص 299 احنا موافقين لكن انت عايز تقول من اول ما موسى بدأ الخدمة لغاية صمويل تباهية الفترة اللي تكلم عنها بولوس الرسول هل فعلا الفترة الزمنية من بداية قضاء موسى مش من مولد موسى من خروق 18 لغاية سنة لغاية قضاء سمويل 450 سنة زي ما قال بولوس الرسول طبعا هو بولوس مش فاهم ده بولوس اولا كان بتكلم بروح القدس لكن ده بولوس كان عملاق في العهد القديم واللي سامعين كانوا فاهمين وعلى فكرة انا عندي كتب يهودية بس ما عنديش وقت يعني عارضها يوسيف وسيتكلم عن الحزبة دي عشان كده محدش قال لبولوس انت غلط على اساس علمي نعم نعم طب مين اللي يحسم لي ما انا ممكن اكون بألف حلو جدا نشوف حد من اللي بيسق فيهم مؤلف كتاب نبوات ورؤة من اللي حطه تواريخ وفيقة طبعا فيه واحده ما بيؤمنش با كمان نجيبه كمان بشرط ما يؤمنش بالملك الألف وهندور على حاجة بالتحديد من ساعة موسى ما بدأ لغاية ما مات سامويل ما مات سامويل سامويل مات في سامويل اول خمسة وعشرين اتذكر تاني لكن هو في صاحة تمانية وعشرين وانه مات لكن الموت كان سامويل اول خمسة وعشرين طيب نروح لمين نروح للمفسر العظيم جدا ادم كلارك وده واحد من اللي ما بيؤمنوش بالملك الألفي وفي كتاب التفسير قدام كل فقرة في الكتاب بيكتب لك دي حصلت سنة كام فكده ببساطة وهعرض لكم الصور بتاعة الكتاب على الشاشة نبدأ بمات سامويل سنة كام لان انا متفق معاه فيها هو بيقدر ادم كلارك ان سامويل مات سنة 1060 قبل الميلاد 1060 قبل الميلاد ايه دي الصورة بتاعة الصفحة بتاعة تفسير ادم كلارك على موت سامويل اهو لو انتوا هشايفين قبل الميلاد يبقى 1060 لو سمحت لو معاك وانا وانا اكتب كده سامويل مات سنة 1060 قبل الميلاد يعني 1060 قبل ما المسيح يتولد بعد ما مات المسيح تجسد ب1060 سنة جميل جدا طيب موسى لما بدأ عمله كقاضي برضو نروح لأدم كلارك أدم كلارك اهو قدامكم على الشاشة كاتب ان اللحظة دي بتاعة القضاء كانت سنة 1490 انا بقول انها مش 1490 انا بقول انها 1500 بس انا هماء يعني هو واكل مننا 10 سنين بس مفيش مشكلة 10 سنين مشكلة ساعة بحزبة ناس تانين وانا عملتها 1500 سنة بالزبط اللحظة اللي وقف فيها موسى في البرية يقضي للشعب لغاية ممات سامويل لغاية ما تجسد المسيح 1500 ناخد بكلامه هو 1490 كلام أدم كلارك حلو جدا يبقى من 1490 ل 1060 تبقى كام سنة اطرحوهم من بعض تطلع كام تطلع 430 سنة يعني حوالي 450 سنة لان بولوس ما قالش 450 قال حوالي نحو نحو يعني حوالي حزبتي انا 440 سنة يعني برضو حوالي مش هتفرق عشر سنين إذن مفيش فرق زي ما هو قال يوصل ومكرمينك كمان في السنية داود و44 سنة إيه لا 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 خالص إه زي أفكركم باللي قاله بولوس الرسول بولوس الرسول قال نحو 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 يعني حوالي إذن إه وأنا جبت كمان المصادر مردش أجيب مصادري أنا لو مصادري أنا هتلاقيها حوالي 10 سنين 12 يعني من 8 ل 12 سنة عشان كده هو قال نحو ما تفرقش حتى لو كان على حزبة أدم كلارك هي دي نحو هذا الرقب إذن لم يخطئ بولوس الرسول في أعمال الرسل عندما قال هذا ولكن المشكلة في التفسير هستغذر حضراتكم في فاصل علشان نروح نلحق نعمل شبهة تانية النهاردة أراكم بعد الفاصل أهلا بكم بعد الفاصل طيب نروح للشبهة التانية لأن الأستاذ العزيز اللي كتب كتاب نبوات ورؤة حط مجموعة من الأمثلة يعني أدم مثال بيقدم برضو تناقض بين الكتاب المقدس بعض وبعض مدة السبي بحسب أرمية 25-12 وبحسب حسقيال 4 هو كتب كده اللي كتب هو وحطه على الشاشة مدة السبي بحسب أرمية ده قدام حضراتكم هي 70 سنة وحط أربع شواهد أرمية 25 وارمية 29 وزكريا 1 وزكريا 7 أنا مش محتاج زكريا 1 وزكريا 7 لأن فيه كلام عليهم لكن كلامك صح بحسب أرمية 25 وارمية 29 هي 70 سنة النبوة الأساسية هي أرمية 25 تمام إذن مدة السبي البابلي 70 سنة بحسب النبوة قبل ما يتم السبي وده عظمة الكتاب المقدس إنه تنبع عن أمور لم تحدث وحدد بالسنة 70 سنة السبي البابلي بيكمل الكتاب ويقول ولكن بحسب حسقيال 4-6 40 سنة وبعد كده بيكمل فكرة تانية هرد عليها بعدين مش دلوقتي إن التاريخ كمان بيفترض على دول وبعد كده بيقول يعني في الآخر خالص لا هي 70 ولا هي 50 ولا هي 40 يعني الكتاب المقدس وبعد كده رح كتب بقى جملة أنا حطت كل كلام على الشاشة فهذه الأرقام يا جماعة ما تاخدوهاش بجد دي تصويرية وليست حرفية الكتاب المقدس ليس هدف الأرقام ولكن المغزى من وراء هذه الأرقام الكلام ده موجود بالحرف في صفحة 132 و133 من كتاب نبوات ورؤة الجزء الثاني أو المجلد الثاني اللي صدر سنة 2011 شيء محزن أن يعتقد شخص في هذه المكانة أنه توجد تناقضات بين آيات الكتاب المقدس والمهم نروح مباشرة من غير ما أعبر عن مشاعري بداية أقول أن هذا كلام لا علاقة له على الإطلاق لا بالكتاب المقدس ولا بالفهم الكتاب المقدس مش بتفسير الكتاب المقدس بالفهم بالإراية لا علاقة له بالإراية أنا عارف المصدر اللي هو أخذ منه لكن أنا لازم أتفع لأن المصدر ده ملوش تعوى بيه الملك الألف أنا اللي يهم مني دلوقتي أنه رابط الكلام ده بعد كده بالملك الألف مجرد شبهات وإدعاءات ليست لها علاقة بالكتاب المقدس المهم نروح مباشرة النبوة فعلا موجودة في أرمية 25 وتسعة وعشرين أرمية 25 على الشاشة يكونه عند تمام السبعين سنة خلاص مش محتاج إثبتات تانية هو فيه نص تاني لكن ده حتى ده كفاية إني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة وأجعل الأرض الكلدانيين خرابا أرمية 25 وعشرين وفي تسعة وعشرين عند تمام السبعين سنة بقى يحصل إيه أتعهدكم عشان عديش يقوله هو قالش هترجعوا وهيقيم كلامه الصالح بردكم أرمية 29 عشرة بردكم إلى هذا الموضوع إذن صحة كده الكتاب المقدس على الروح القدس على فم أرمية تنبأ على مدة السبي إنها سبعين سنة بالحرف وفي نهاية السبعين سنة الرب هيرده وما ليه حكاية حسقيال أربعة كتب المؤلف كده بحسب حسقيال أربعة هي أربعين سنة تعالوا نروح لحسقيال أربعة نقرأ مع بعض واستحملوني بقى لأنه مفيش حالتين الرب أمر حسقيال إنه يعمل حاجات معينة نبوية بجسمه يعني قال له اتكئ على جنبك اليسار يعني نام على جنبك الشمال وضع عليه اسم وضع عليه اسم بيت إسرائيل على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمهم وأنا قد جعلت لك سنية اسمهم حسب عدد الأيام يعني اسرائيل غلطه بحسب السنين بتاع الخطيئة بتاعتهم أنا أخليك تنام على جنبك الشمال كل سنة بيوم بحسب سنية اسمهم بحسب أيام يبقى تلتمية تلتمئة يوم وتسعين يوم تحمل اسم بيت إسرائيل ليه؟ لأن بيت إسرائيل أخطأوا تلتمية وتسعين سنة فربنا قالوا نعايز أوريهم أوريهم شكل اللي عملوه فنام على جنبك الشمال وقول لهم كل سنة خطيئة هنام لها اليوم نام على جنبك الشمال تلتمية وتسعين يوم ده كلام كده لسه مجاش فيه الأسيس خالص فإذا تممتها لو خلصت دي روح بقى على جنبك اليمين جنبك الشمال كنت بتنام على خطايا مين؟ إسرائيل طب و جنبك اليمين على خطايا يهوزة ما هم كانوا مملكتين مملكة إسرائيل ومملكة يهوزة المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية والسبي البابلي اللي هو السبعين سنة بتاع يهوزة ولا إسرائيل بتاع يهوزة قالوا خلص بقى بعد ما تخلص إنك توري شعب مملكة إسرائيل روح بقى وري شعب مملكة يهوزة فاتكئ على جنبك اليمين ايضا وتحمل اسم بيت يهوزة اربعين يوم وجعلت لك يوم عوضا عن سنة يبقى بان يهوزة غلطه كم سنة اربعين سنة فنام اربعين سنة فعمل كده حسقيان سبت وجهه على حصار ارشاليم وزرعه مكشوفة وتنبأ عليها سؤال بسيط كده فين السبي هنا كتاب نبوات ورقة بيقول الاربعين سنة دي هي سنين السبي وانا كنا بنقرها من مصدر تاني ولا ايه ما قالش سنين السبي قال سنين الخطية سنين الخطية سنين الاسم سنين الاسم عايز يبرز قدي ايه اخطأه الى الرب طبعا اسرائيل اخطأ كتير كتير يهوزة اخطأه اربعين سنة فقال له نام على جنبك اليمين اربعين يوم بترمز الى الاربعين سنة اربعين سنة ايه سابق ولا خط ولا الخطية نفسها خطية واضحة جدا احط لحضراتكم النص على الشاشة قدامكم ده تبص عليه هذه صورة نبوية كأنها وسيلة اضاحة يقدمها الله لشعبه الماسبي مستخدما فيهم شخص حسقيال علشان يقول لهم انتو غلطتو اربعين سنة وانا هو هنام اربعين يوم عشان تعرفوا خطورة خير واحد نام على جنبه اربعين يوم ما يتحركش ده عذاب كل واحد يقول له خلاص يا حسقيال قوم انت تعبت يقوله بابدا لازم اكمل اربعين ليه بتزلي نفسك لان انا ما عايز يقول لكم هو ده اللي انتو عملتوه في سنين خطياكم فين السابي السابي مش موجود في الاية خالص انا قاسف جدا ده قمة الافتراء على كلمة الله هو كل رقم اربعين تيجوا تقرنوا بالسبعين وتقول ان رقم السابعين خطأ ده رقم حاجة ملوش دعوة بالسبع وجبناها من ايه من السابي ده له علاقة باثمهم ليحمل اثم الشعب عايز يوري الشعب انه كنتو غلطتو للرب اربعين سنة فهتتعاقبوا بالسبعين سنة دي القصة تالية لكن انا دلوقتي عايز اوريكم لازم تحسوا بسنين الخطيئة دي عشان تتوبوا عنها باي شكل من الاشكال هو ده اللي حصل يعني طبق طبق يعني انا ممكن اقول خلاص غلصة بس يعني انا عايز اقول نقطة مهمة جدا انه هو دي مهمة دي رمز خطيئ زي ما نعرفهاش دي احد اهم رموز العهد القديم النبوية عن المسيح الذي حمل خطيئنا خلي بالكم من العدد الخامس قالوا فتحمل اسم بيت اسرائيل وبعد كده في العدد السادس قالوا فتحمل اسم بيت يهوذة يعني تحمل اسم دي مش دي مش اللي سابي تحمل اسمهم تحمل ناسا ناسا يعني تشيل وترفع عشان كده دي الفعل ده 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 بيشير للمسيح المسيح اللي شال ورفع يعني مش بتشيل بس وتزيل كلمة ناسا معناها ترفع حاجة ومش ترجحها تاني مكانها ترفع حاجة وتزيلها من مكانها الفعل ناسا بالعبري ودي الحاجة الوحيدة اللي تمت هي المسيح رفع خطيانا ومش تابعيش ترجع تاني لا ده خلاص خدتها وبعتها عننا وملايش اي علاقة بينا تاني دي اللي جات في خروج عشرة على ضربة الجراد فجاء فأرسل الرب ريح حملت الجراد ورامته في البحر هو ده الفعل ناسا انها تشيل حاجة وترميها ده رمز للفداء ده النبوة دي اصلا رمز للفداء ان حتى السبي لو انت روحت السبي مش هيحل للك المشكلة حل السبي ده تأديب حل مشكلة الخطايا ان يجي حد يشيل الخطيئة دي معانكم هو ده الكلام لازم بفهمين الكتاب دي نبوة عن ايه مش عن السبي لو هي نبوة هي نبوة عن الرب الذي حمل خطيانا حمل خطيانا هي دي القضية هي دي الاساس في تلك النبوة هو ده المعنى هو ده المعنى احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناهما زي ما هما كانوا حسبين حسقيانا مصاب ومضروف ومزلول احنا برضو حسبناه احنا لما نبص للمسيح على الصريب بنفتكر ايه الزل اللي شافه ده زي بالضبط حسقيانا هو ده المثل النبوي هي دي النبوة لو انت عايز تبص للنص بتاع حسقيانا نبويا افتكر المسيح واشعية 53 بمعارفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها ناسا فاشعية هو يحملها يشل عنهم اهو ده تت دي النبوة دي استكمال النبوة عبرانين تسعة بيقول هكذا المسيح ايضا بعدما قدم بعدما قدم برة لكي يحمل لكي يحمل لو الكلام ده مكتوب بالعبري ناسا تشاب خطايا كثيرين منهم انا ومنهم انت ومنهم حضرتكو طبعا في عبرانين تسعة وابطر السرسول بيقول الذي حمل اصلا انا عايز اركز لكم على فكرة الحملة دي اهبد احنا لو بند احنا بقى اقوال النبوة لازم ندرس نبوات احنا كده بنلغبط النبوات بشكل مش عادي حسقيانا اربعة بيتحدث عادل مسيح الذي يحمل خطيانا اللي قال عنه بطر السرسول الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده رمز نبوي حسقيان لما نام على جسده على جبه اليمين والشمال على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر في بطرس الرسول الاولى ساعة اثنين اتمنى كده اكون رديت على الشبهة دي شبهة طبعا بسيطة ما فيهاش سابي وانا مش بس قلت لحددك ما فيهاش سابي ده انا شرحت كمان هو ايه الموضوع اللي حصل مع حسقيان هستأزم حضراتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل اهلا بكم بعد الفاصل نروح للشبهة التالتة اللي ذكرها مؤلف كتاب نبوات ورؤى علشان يطعن في الكتاب المقدس علشان ما نؤمنش بأرقام الكتاب المقدس والحقاق اللي موجودة فيه علشان لما نقرأ في سفر رؤية ان هناك ملك الالف سنة نقول ده كلام فاضي ما نؤمنش به وتبقى تحلت المشكلة بتاعة الملك الالفي تكملة على النبوة اللي فاتت في جملة كده بعد بقى المودة السبي بحسب أرمية سبعين سنة قال ان دي بحسب حسقيال أربعة ما تبقاش سبعين تبقى كام تبقى أربعين بعد كده كتب جملة بقى شو بها جديدة بقى والتاريخ بيرجع الى علم التاريخ والتاريخ يقول ان السبي وقع في سنة خمسمية ستة وتمانين والعودة خمسمية ستة وتلاتين اطرحوهم من بعض تبقى خمسين سنة كتب كده اي انا مودة السبي الحقيقية بقى من كتب التاريخ خمسين سنة فهي لا سبعين ولا أربعين عندي شو بها جديدة ان سواء سبعين بتاعة سفر أرمية او سواء خمسين بتاعة سفر حسقيال دي غلط ودي غلط لان التاريخ بيقول هي أربعين سنة وراح كتب الكلام بعد كده بتاع الأرقام ما تاخدوش الأرقام جد في الكتاب المقدس الأرقام في الكتاب المقدس تصويرية انا مش عارف يعني تصويرية يعني يعني مفيش حاجة عن فكرة اسمها الأرقام الأرقام التصويرية هي شكل في العلم شكل الرقم يعني مثلا لو عملت ثلاثة ليها ثلاث سنون فييجي اللي يقراها يعرف انه ثلاثة يعني ثلاثة اي دي بيسموها بيسموها جد في انا عندي كتب علمية في علم الارقام ازاي تتصغل دي سموها الرقم التصويري يعني شكل الرقم يفكرك بالمعنى انا طبعا بس اها عادية اها عادية اولا اي تاريخ حضرتك بتتكلم عنه ده من حقي بقى ده هو بيقول التاريخ طب يطعم في الكتاب المقدس طب حلو جدا انا بعدش انا بموت في التاريخ سدقني انا مخلص جدا اي كتاب تاريخي اي كتب تاريخية او مصادر تاريخية حضرتك رجعت لها انا معرفهاش يعني معرفش انا انا معرفش حاجة طبعا بس عايزين اتعلم يعني ارجوكم جاوبون اقول لكم هذا انه لم يحدث ابدا لم يحدث ابدا وكل ما هو منشور في اي كتاب في الدنيا دي كلها انما هي تقديرات للعلماء ولا واحد حسم القضية دي والتقديرات بتاعتهم بتتوافق مع الكتاب المقدس بدقة ولم يظهر عالم واحد من علماء التاريخ والاثار الا اللي قالوا ان الكتاب المقدس صح لكن باقي الناس اعداء الكتاب ودوب كتير جدا على فكرة كتار او اوكي قالوا يحتمل تبا كده ويحتمل تبا كده ولما قال الدقادلة بتاعته كان واضح جدا ان هو منحاز عايز يتلكك الكتاب لكن بصراحة علماء التاريخ كانوا امنا بالذات الاجانب قالوا الاحتمالات كلها واكبر احتمال تقدر تفهمه حضرتك بالعقل اللي الكتاب المقدس قاله اذا ده افترى على التاريخ من اجل الطعن في الكتاب المقدس لدينا من الاثار التاريخية حقائق ونظريات نظرية يعني واحد يقولك تسبي ما حصلش خالص طب يزبط هال يقول لا دي نظرية من حقه في العلم من حقه مدام قال نظرية نظرية ممكن تبقى غلط لكن في حقائق نروح بقى للحقائق ونركز تماما نعم لدينا نظريات كتيرة والنظريات دي حتى ما فيش ولا واحدة منهم اكدت انها تطعم في الكتاب موضوع السبي بالذات في موضوع تاني عملوها لكن السبي لا لكن لدينا حقائق تاريخية اثرية تثبت تثبت حدوث السبي وانا هاعرض لحضراتكم النهاردة حقائق وليست نظريات ايه ما دي الاولاني؟ انا عايز اعرف ايه كنتم بالتاريخ اللي حضرتك نعت لها وانا بدعي انه غير موجود لان انا قضيت كمان يعني اسبوعين تلاتة بحاول بحاول وبسأل ناس من النقاد الكتاب المقدس وعلماء اوكي هو فيه جماعة حد وصل لحاجة زي كده او لا طبعا اقرب حاجة وصلنا لها اياه السبعين سنة هم ما يدروش يحسنوا طبعا لانهم علماء طيب اتنين لا يوجد يوم معين اصلا لبداية السبي يعني اقول السبي من ساعة ما بدأ لغاية العودة دي غلطة دي غلطة السبي ليست له بداية ونهاية هو احنا رحنا مشوار يعني ولا ايه السبي ده كان نشاط استمر عشرين سنة عشرين سنة على مدار تلات ملوك من ملوك يهوزة يهوياقين ويهوياكين وصداقية مش حصل في يوم وليلة في عشرين سنة بدأ فيها السبي وعشرين سنة اتعامل فيها الرجوع خلي بالكم بقى الخدعة بقى الخدعة عشان كده 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 بالعلماء اللي بتعمل نظريات بيقول الكلام ده ما يدرش ينكره لان ده مزبط تاريخيا ومزبط في الكتاب المقدس فلما تيجي حضرتك تقول لي تاريخيا السبي بدأ من كذا لكذا اقول لي حياتك طب ما عليش بس بالراحة كده البداية دي ايه بالزبط هل هي كذا ولا انا طبعا عارف حضرتك بدأت بايه لان انا بسيت في الارقام فعرفت على طول السبي بدأ في عشرين سنة على موجات موجات في تلت موجات كبيرة ان لم تكن اربعة لكن العلماء كلهم بيتفقوا على انها موجات فخطأ اصلا انك تقول ان السبي بدأ خمسمية ستة وتمانين ده غلط قول لي ايه هو اللي بدأ خمسمية ستة وتمانين اللي انت اعتبرته السبي ايوة كده يعني لما انت قلت خمسمية ستة وتمانين ليه ما قلت ليش ايه هو الحدث ده وطبعا فيه حدث في خمسمية ستة وتمانين خراب الهيكل بس خراب الهيكل ده بعد السبي بعشرين سنة انا هلخص لكم الاحداث دلوقتي انا هلخص لحضرتكم الاحداث في الوقت اللي هيتبقى بقدر الامكان ماذا يقول التاريخ العلمي بقاسبكم من اللي اتقال في كتاب نبوات ورؤة ده كتاب ده كلام لا يستحق ان احنا نقول عني تاريخ يعني ماذا يقول التاريخ التاريخ بيقول ان السبي حصل على مراحل وعندنا والعودة حصلت على مراحل ثلاث مراحل او اربعة في السبي وتلاث مراحل في العودة عشان من تقش السبي بدأ سنة كام وخلص سنة كام في لحظة خلص بدأ السبي باول مجموعة كبيرة كان فيهم يهو يقيم الملك وكان فيهم دانيال يا راجل دانيال النبي العظيم سنة ستمية وستة قبل الميلاد ستمية وستة قبل الميلاد قبل المسيح وبعد كام سنة رجع تاني نبوه خذ نصر وحاصر وسبق وخدي وياكيم وخد ناس منهم حزقيا للنبي سبي تاني اوه وبعد كده جي برة تالتة في ايام صدقي واخر حاجة عملت هي خراب الهيكل اللي حصلت خمسمائة ستة وتمين اللي انت بتقول عليها دا العلم بقى العلم بيقول ان السابي اتعمل على مراحل انت عايز تحسب علي اني واحدة متكلم بقى لكن تقول لي السابي بدأ سنت كذا وانتهى سنت كذا انت خطأ في هذا يعني طب والعودة برضو العودة نفس الكلام اول ما جي كورش فاول سنة عملها ادى قرار بالعودة فدي محطة لان في بعض الناس رجعت بعد كده رجعت مجموعة مع نحامي وبعد كده لغاية اخر حاجة هتعملت ايه بانو اللي هيكل فانت عندك برضو عشرين سنة عشرين سنة في البداية السابي وعشرين سنة في العودة بداية السابي بدأ ستمائة وستة لغاية اخر حاجة خمسمائة ستة وتمين على فكرة روح لسفر دانيال وسفر الملوك تقرأ الكلام ده اقرأ تقرأ تقرأ بالحرف اول خطوة عملت في السنة الثالثة من ملك يهوزة لما نبوه خد نصر راح ورشاليم وحاصرها وخد كمان يهوياقيم نفسه وخده الى ارض وكان معها دانيال دانيال كان حاضر كان شاب صغير بس كان حاضر والتاخد ده كان امتى ده كان في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم بتقييم الكتاب المقدس 606 وبتقييم العالم 605 في تحديد السنة بداية السنة احنا بنقول 606 والعالم بيقول 605 ده السبيل الحقيقي بدأ كده وطبعا اخر حاجة حصلت خراب الهيكل سنة 586 اللي حضرتك جبت اسرته طب انت ليه خدت 586 متاخد 606 او 605 هو مش فيه ناس اتثبيت في الفترة طبعا ما بيختلفش معانا في نهاية السبي اعتبرها صحة يعني لكن هو مشكلته في بداية السبي قطع من السبي 20 سنة وده غلطة كبيرة جدا ليه دي ناس كتيرة جدا مئات الالاف عاشت في السبي هقدم لك هقول لك الكتاب المقدس بيقولي عن حضرتك عملته ده ده الخطأ الأكبر اللي وقع فيه كتاب نبوات ورؤة عشان يثبت أن الكتاب المقدس ضد العلم ضد التاريخ في الأرقام إذن ما تسقش في أرقام الكتاب إذن لما تلاقي ملك ألفي ما تسقش فيه وهي خلصنا الملك الألفي على فكرة هو قالي الكلام ده بسبب الملك الألفي أنا مش بتلكك الخطأ الأكبر الذي وقع فيه مؤلف كتاب نبوات ورؤة دون أن يشرح لنا لماذا اختار سنة 586 اعتبر كل الناس اللي تسابوا مئات الالاف عبيد في بابل 20 سنة اعتبرهم مش في السبي اعتبرهم بيقضوا ويك اند في بابل لماذا فعل هذا انت عارفين دانيال يا إخوة دانيال كان حضر في العشرين سنة دي يا طرى دانيال كان ماز بساعتها ولا لا هنبعت نقول له انسى يا دانيال انت ما كنتش مال قضى أجمل عشرين سنة في حياته سنين الشباب في قصر بابل عبد وهو أمير دانيال دا يعني نقول له دا مش سبي انت بتفتري بتفتري على نبو خزناصر السبي لسه ما تمش دلوقتي تم بعد ما انت روحت بعشرين سنة دانيال تسنة سنة 606 قبل الميلاد وكتاب نبوات ورؤة يقول ان لغاية 6586 يعني بعد عشرين سنة دا بيعتبرش ش سبي طب نروح القدس بيقول حضرتك من حقك تقول ان دا مش سبي طب نروح القدس بيقول اه أفجأك افجأك نروح القدس بيقول دا سبي ايوا طبعا ارجع كده لدانيال اتنين كتب كده دانيال ان في خلال العشرين سنة دي كانت في أول سنة كانت في أول سنة من العشرين يعني لمسا بعدتش يعني مثلا سنة 605 يقول بانو سبي يهوزة روح كده في دانيال 2 دانيال 2 25 دخل اريوخ بدانيال مسك دانيال كده الشاب كده صغنان وقال له انا لقيت واحد من بني سبي يهوزة يعني يعني الشعب اليهودي ساعتها كان اسمهم ايه وروح القدس بيكتبها لنا سبي يهوزة الكلام ده كانت سنة كام سنة 605 او 606 قبل الميلاد تيجي حضرتك تقول ده ما كانش سبي غير بعدها بعشرين سنة بلاش دي نروح لحاجة تانية على فكرة لو رجعت حتى الكتب المؤرخين اللي انت بيتفقوا معاك في عدم الامام بالملك الالفي زي ادم كلارك هيقولك ان الكلام ده بتاع دانيال 2 حصل سنة 603 603 انا تقديري 605 مش مهم ان اختلف على سنة سنتين ما كانش عندنا يعني كمبيوتر لكن مش عشرين سنة هل العشرين سنة دي يا اخوة حسقيال حسقيال النبي العظيم اتسبى بعد دانيال في المرحلة التانية اتسبى حول يعني بعدها بست سنين حول سنة 600 600 اه سبي يهويا قيم حصل بعده سبي التاني الموجة التانية سبي يهويا كين بعدها بست سنين بحسب الكتاب المقدس مين اللي اتاخد في السبي التاني ده حسقيال فحسقيال قعدة 14 سنة في السبي واحنا نقوله دلوقتي احنا قاسفين جدا صدر قرار من كتاب نبوات وروقه بيقوله ان حضرتها تمش في السبي السبي لسه بقى 16 سنة او 14 سنة ده كلام طب الروح القدس بيقول ايه نروح نرى لروح القدس اه تكلم الروح القدس في حسقيال واحد قاله في السنة التلاتين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وانا بين ايه كان كنت بتعمل ايه انا بين المسبيين ده بقى بالروح القدس مش واحد من قيادات نبو خز نصر الروح القدس بيقول على لسان حسقيال المسبيين عند نهر خابور ده اول اصحاح في سفر حسقيال وتفتحت السماء والرب اداله رؤية امتى الكلام ده يا حسقيال كاتب كاتب قال في الخامس من الشهر وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين مكتوب كده في صفحسقيال سبي يوياكين اللي هي الموجة التانية الموجة التانية ده كان قبل الكلام اللي حادثك بتقوله با 14 سنة يعني كانوا في السبي ولا روح القدس غلط في حسقيال واحد من واحد لتلاتة لما الرب دع حسقيال ان يغدم كان في السبي كان في السبي روح لملوك التاني 24 وانت تقدر تعرف ان في حاجة حصة باول موجة في ايامي هوياكين بعد كده في حدد 12 يوياكين اللي كان من ضمنهم حسقيال حسقيال راح في الموجة التانية 14 سنة في الزل والعبودية والسبي والروح القدس بيقول عنهم سبي نجيل هنقول لا ده مش سبي انا بقى اخر حاجة هقفل بيها الحلقة النهاردة ماذا يقول التاريخ الحقيقي يقول التاريخ الحقيقي بشكل قاطع قاطع توجد نقوش اثارية اثارية بتثبت ان السبي حصل في التوقيت اللي قال عنه الكتاب المقدس وخلص في التوقيت اللي قال عنه الكتاب المقدس الكلام ده مش انا بفتريه ارجعوا لكتاب عالم الاثار والتاريخ المشهور جدا جون وايزمان دونالد جون وايزمان ده كان سنة ستة وخمسة وتكلم عن مجموعة من الاثار من ضمنها حاجات مكتوبة على ورق بردي وعلى فخار وعلى طين بيسموها الكرونيكلز سجلات ملوك بابل ملوك الكلدانيين ده حاجات علم بقى لقوا فيها واحد من النصوص بيتكلم عن المسبيين اليهود وبالاسم هحط لحضراتكم على الشاشة نص اللي هو مكتوب باللغة اللغة بتاعتهم بتاعت بابل على الواح من الطين دي بقى ما يغلطش فيها حد وقدروا يحددوا تاريخها باليوم قالوا في السنة السبعة في شهر كسليف حشد ملك أكاد أكاد يعني بابل قواته وصار إلى أرض حس وعسكر ضد مدينة ما سمعاش مملكة قال مدينة يهوزة وفي اليوم التاني من شهر آدار استولوا على المدينة وأسروا الملك وعين هناك ملكا من اختياره وتلقى الجزية السقيلة وأرسل يهوزة إلى بابل أرسل ناس من يهوزة لبابل دي أثار مش مش نظريات بقى هادي اللغة ده أنا ترجمته ده الإنجليزي هما طبعا الكتاب مترجم من اللغة القديمة الإنجليزي وأنا ترجمت من اللغة الإنجليزية للعربي اللي أنا أريده ده المصدر اللي أنا جبت منه أنا أبقى المصدر هو وريني حادثك المصدر كتاب بتاع وايزمان اللي طلع سنة ستة وخمسين في لندن صفحة تلاتة وسبعين أجدي لك دليل تاني الدليل التاريخي التاني بقى ده لازيز جدا ده في الأرشيف اللي اكتشفه واحد ألماني مشهور اسمه روبرت كولدوي كولدوي ده واحد عالم احتمال أحطوله لحاضاتكم الصورة على الشاشة بتاعته يعني عالم ألماني مشهور جدا أضى كل حياته يجمع الأثار البابلية من بابل القديمة هو اللي اكتشف كل الاكتشافات العظيمة بتاعت بابل يعني المهم اكتشف إيصال استلام ما هو نبوخز نصر لما جاب الناس اليهود كان بيصرف لهم أكل وشرب كل يوم ويمضوا عليه ونظام بابل كتاب فاكتشفوا إيصال إيصال لطيف جدا موجود لغاية دلوقتي بحالته يعني الإيصال ده منشور في كتاب مهم جدا هحطه لحضراتكم الانشينت نير إيست تيكست نصوص من الشرق الأدنى القديم كتاب مشهور قوي لأي حد بيهتم بالكتاب المقدس والتاريخ 12 سنة 55 في بريلستون جامعة رهيبة جدا صفحة 308 المصدر على الشاشة الإيصال ده مكتوب بالحرف واخد استلم واحد ونص سيلة زيت سيلة دي زي الكير يعني حاجة كده بيقيسوا بها الزيت واحد ونص سيلة زيت تلات نجارين من أرواد ونص سيلة زيت لكل واحد منهم فاستلم واحد ونص تمام واحداشر ونص سيلة زيت لثمان نجارين من جبيل جبيل يعني بيبلوس يعني لبنان اتسبوا من لبنان وتلاتة ونص سيلة لسبعة نجارين يونانيين كل دول يعيني عبيد من بلد مختلفة ونص سيلة لكل واحد منهم اليونانيين ونص سيلة للنبو ايتير النجار خلي بالكم اللي جاية دي بقى وعشرة سيلة يعني عشر ازاي الزيت بتاعتهم الى ياكوكوكينو جوروكين ابن ملك يهوزا الاسم مكتوب بكده انا مرضيتش الالعب فيه هو عايز يقول جوروكين فكتبها ياكوكينو اللي هو جوكين وكانت بيق ما هو بين قصير ده محضراتكم جوكين ابن ملك يهوزا واثنين ونص سيلة لابناء ملك يهوزا الخامسة يعني ملك يهوزا كان عنده ستة في واحد كان معروف خد لوحده خد عشرة سيلة والبقين خدوا اثنين ونص سيلة زيت ملك يهوزا الخامسة ايه بقى اهمية الاصال ده ان الاصال ده معمول من مادة نقدر نعرف منه تكتب سنة كان بالزبط بعلم الاصار كتاب علم الاصار بيقول ان اتكتب سنة خمسمية تنين وتسعين قبل الميلاد يعني بعد السبي بتاع دانيال بحوالي بالزبط ست سنين يعني قبل كلام حضرتك بالزبط باربعتاشر سنة هم هم بيعتبروهم سبايا وعبيد المصدر اللي انا جبت منه الكلام ده واحد مشهور جدا اسمه ألبرايت طبعا البرايت مش خلص في التاريخ كاتب كتاب اسمه صفحة 85 عندي طبعا حاجات تانية بس ما عنديش وقت اذكرها لكن عندي كلام كتير جدا لكن وقت انتهت لما يقول حد ان الكتاب يتنقض مع التاريخ على الاهل اللي يتعب نفسه ويورينا فين لا توجد شبها بعد اللي احنا شرحنا النهاردة وانا عندي كتير تاني انا عندي كتير بس ما عنديش وقت اشرح اقدم يعني بعد ما اكتشفنا ان كلام حضرتك مش دقيق هل ممكن نستأذينك نرجع نسق تاني في ارقام الكتاب المقدس انا بسق اكتر واكتر في ارقام الكتاب المقدس وخلي بالك لان الكتاب المقدس قال لنا ان في رسائل بوليس الرسول وفي بالاسفر في حاجات عسرة الفهم فالناس بيفصلوها غلط وده خطر جدا لانها تؤدي الى هلاك نفوسهم اشكركم جدا واتقابل مع حضراتكم في الحلقة القادمة من برنامج اقوال النبوة اذا تأن الرب علينا ولم يأتي اترككم بكل بركة شكرا لكم